ترقب وانحذر يسودو شوارع العاصمة العراقية بغداد والمنطقة الخضراء التي توجد فيها المباني الحكومية الرئيسية ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية بعد دعوات من قبل تيار الصدري لاستمرار التظاهرات والاعتصامات ودعوات مضادة من قبل اطار التنسيقي وحجد انصاره للتظاهر ضد انصار الصدر متظاهرون معتصمون داخل منطقة الخضراء قالوا ان القوات الامنية استخدمت تعزيزات كبيرة الى المنطقة اضافة الى انتشار الاعتيادي لقوات الامن والحرس الخاص بالمؤسسات الحكومية وسط التزام من قبل معتصمين بتوجيهات التيار الصدري التي دعا فيها لتجنب العنف وعدم حمل السلاح والابتعاد عن ترديد شعارات او ممارسة افعال يراها البعض طائفية مصدر امني قال ان معظم الطرق الرئيسية في العاصمة وخاصة في محيط المنطقة الخضراء اصيبت بالشلال جراء الاغلاقات والازدحامات موضحا ان الطريق مغلق باتجاه ساحة التحرير من جهة جسر السنك كما ان مدخل منطقة الباب الشرقي من جهة طريق محمد القاسم السريع مغلق ايضا الى جانب ازدحام شديد في طريق الدورة بغداد الجديدة السريع ووفقا للمصدر فان هناك ازدحاما في ساحة النسور وازدحاما اخر على جسر الجادرية عند حاجز الدورة على مدخل بغداد الجنوبي بالاضافة الى ازدحام جسر البيع المؤدي الى ساحة قحطان والشارع المقابل لجامع ام الطبول وسط العاصمة في الاثناء اكدت وزارة الدفاع العراقية انها تعمل على خدمة الشعب وان واجب الجيش والقوات الامنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة فيما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي بمنع استخدام العنف ضد المتظاهرين مكتب القاظمي اعلن في بيان ان رئيس الحكومة امر بمنع استخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الدخان ضد المتظاهرين ووجه الاجهزة الامنية بتأمين ساحات التظاهر وعدم حمل السلاح وحماية المقارات الحكومية والبنى التحتية فيما قالت خلية الاعلام الامني انها لن تتدخل في الشأن السياسي